بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الترفي للأنبياء ومسهلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه جميعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس اليوم بإذن الله راح نأخذ وحدة جديدة وهي ألعاب القوة اليوم عندنا موضوع بإذن الله بسيط اللي هو البدء العالي والجري معكم معلمة الرحمن محمد الحسيني قبل أن ننتقل اليوم إلى الوحدة راح نتكلم بإذن الله بشكل سريع عن درسنا الماضي أخذنا في الدرس الماضي تصويب الكرة بوجه القدم الداخلي واخذنا مواصفات الأداء الصحيح راح نرجع الآن بشكل جدا بسيط وسريع أخذنا الخطوة الأولى يقترب الطالب أو اللاعب من الكرة بميل نحو الاتجاه الذي ستوجه إليه الكرة لو نحظنا الآن الصورة الأمامنا لاحظ في ميل إلى الأمام رقم الثنين وضع القدم الثابتة بجانب الكرة بمسافة مناسبة لاحظ الآن هذه القدم الثابتة تكون بجانب الكرة أو بمسافة تكون مناسبة عشان قدم الأخرى يمكنها ضرب الكرة رقم ثلاثة مرجحة القدم الراكلة للخلف لاحظنا الآن هذه القدم الراكلة جاعها إلى الخلف من مفصل الفخر مع ثاني ركبة قليلة أربعة ركل الكرة بالجزء الداخلي من القدم ومن منتصف الكرة مع ثبات مفصل القدم لو لاحظنا الآن هذا يسمى الجزء الداخلي للقدم وضربها من منتصف التي تقيمها في هذه المنطقة رقم خمسة يكون نظر واقع الكرة عند ركلها يعني بالأساس يكون نظري أنا إلى الأمام أو إلى الملعب أثناء ركل يكون نظري على الكرة ستة متابعة الرجل الراكل للكرة بعدها ركلة احنا اتفقنا ارجاع القدم إلى أيش الخلف ثم أيش استمراره إلى أمام وضربه ومنتصف الكرة ثم استمرار حركة القدم إلى الأمام لإعطائها الزخم المناسب والقوة المناسبة طيب موضوعنا اليوم بدل الله رح نتكلم في العاب القوة عن البدء العالي والجري الآن أبي الجميع يكون مستعد لأداء التمارين رح ناخذ بعض التمارين البسيطة نسويه مع بعض بدل الله أبي الجميع جاهز لابس زي الرياضي واختار المكان المناسب وهيئة كأننا نأكد على عامل مهم جدا هو عامل أمن والسلامة يكون عندي مكان يديني أتدرب فيه أو أتمرن فيه التمارين عشان حركة الجسم عندنا التمارين الأول اللي هو المشي في المكان نبي مع بعض يكون الظاهر مستقيم جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد بشكل جدا بسيط اثنين ثلاثة أربعة طال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة استمر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة بشكل أسرع شوي أربعة خمسة خطوة الأمام ستة ممتازين ارجع سبعة تمانية تسعة عشرة ريح شوي ممتازين بشكل بسيط طال الآن رح التمرين الثاني بشكل جانبي بسيط ذراعين أماما عاليا ارجع القدم اليمنى إلى الخلف ممتازين جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد ارجع ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة أبطال الجهة الثانية الآن رح يسار مع بعض ذراعين أماما عاليا رجع القدم اليسر خل تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال ممتازين ثمانية تسعة عشرة أبطال ريح ممتازين ريح مع بعض شهيق وزفير ممتازين أبطال ندقل على طول إلى التمرين الثالث ريح ممتازين رعين عاليا ثم رفع القدم بزاوية تسعين ولمسوا ركبه مع بعض عشر عدات لمين وعشر عدات يسعى أبطال تمرين ابتدي واحد تزين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ومتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة قف تزين ريح الآن تقل الآن للجولة الثانية مع بعض نفس التمرين السابق عشر عدات خمس عدات اليمين خمس عدات اليسار مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين يسار أبطال ممتازين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة قف ريح ريح شوي مع بعض نريح ثلاثين ثانية كده مع بعض شكل جدا بسيط ناخذ شهيق وزفير تازين مرة ثانية تازين ابتداء ننتقل على طول للتمرين اللي بعده ناخذ التمرين بسيط تحيك الزراعين للأمام ثم إلى الخلف جاهزين مع بعض الزراعين جانبة نبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة ممتازين ممتازين نفس التمرين السابق لكن أيش إلى الخلف تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة ممتازين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة ممتازين ريح ذراعين شكل جانبي بسيط أبطال تمرين اللي بعده ذراعين عاليا وأخذ خطوة إلى اليمين ثم الرجوع ثم إلى اليساء جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية قف ريح ممتازين الجولة الثانية مع بعض تمرين ابتدي واحد ممتازين اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة أخير ثمانية قف أبطال ريح مع بعض بشكل جدون بسيط ثلاثة ثانية مع بعض نخل سجيم من الأنف أو شعيق من الأنف والزفير من الفم مرة ثانية أخير أخير شعيق 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 نعطيكم العافية ننتقل الآن على طول إلى درسنا اليوم قبل ما ننتقل درسنا اليوم سنتعرف على مفهوم أو ما معنى ألعاب القوة نسمع مصطلح كثير ألعاب القوة نبي نعرف الآن وش معنى هذه الرياضة بشكل مختصر جداً هي مسابقات المذمار والميدان وجري الطريق وأيضاً سباق المشي واختراق الظاحية طيب وتنقسم ألعاب القوة إلى واحد ألعاب المذمار مثل ما ذكرنا تقريباً في هذه الصورة واضح عندنا تقريباً ألعاب المذمار مثل سباقات المسابات القصيرة والمتوسطة والطويلة وأيضاً في قفز الحواجز وغيرها رقم اثنين ألعاب الميدان مثل الوثب العالي والطويل والرمي وغيرها طيب أول شيء رح ناخذ البدء العالي هذه إحدى المهارات المهمة والأساسية في السباقات وأيضاً شيء رح نتعلم الآن طريقة الأداء الصحيحة لتأدية المهارة عندنا بعض الخطوات إن شاء الله نتعلم مع بعض وبعدها ننتقل إلى تعليم الجري رقم واحد يتم البدء العالي بوضع إحدى القدمين أماماً خلف الخط هذه نقطة جداً مهمة لو لاحظنا الآن هذا القدم تكون خلف الخط ومن المستحسن أن تكون قدم الارتقاء هي المتقدمة اللي سيبدأ من قوة دفعها أثناء الانطلاق دائماً عندنا القدم مثل اليمن واليسار في واحدة أقوى من الثانية الأقوى تسمى إلى الرجل الارتقاء تكون هي في الأمام مثل واضح في الصورة أمامنا الآن الرجل اليمين في الصورة هي الأقوى والبعض يكون اليسار الأقوى تكون دائماً إلى الأمام مثل المواضح الآن في الصورة رقم اثنين ثاني الركبتين قليلا وميل الجذع للأمام وارتخاء الذراعين لاحظة الآن فيه ثاني بسيط فيه الركبتين وميل الجذع إلى الأمام رقم ثلاثة يمكن وضع اليد المقابل للرجل الأمامية على الركبة والأخرى خلفا كما يمكن وضع يدينا على إيش الركبتين لاتزال الوضع والتحفيز رقم أربعة يسبق أخذ وضع البدء الانتظار خلف الخط يعني قبل البداية هنا يكون اللاعب في هذه المنطقة ينادي الحكم خذ مكانك ياخذ مكان اللاعب ثم كلمة الانطلاق يعني يكون بعيد اللاعب ياخذ مكانك يقترب اللاعب ثم انطلق رقم خمسة ينتقل وزن الجسم على الرجل المتقدمة وترتكز القدم الأمامية بأكمله على الأرض وترتكز القدم الخلفية على مقدمتها وهي الأمشاط انطلق الوضع الآن قدامنا قدم كامل على الأرض وهنا تكون على الأمشاط رقم ستة والنقطة الأخيرة عند سماع إشارة الانطلاق ينطلق المتسابق إلى الأمام بدفع قوية ويسحب رجل الخلفية مع رفع ركبتي إلى الأمام وإلى أيش إلى الأعلى تاركا الأرض مع تحريك الذراعي الأمام خلفا والأخرى أماما طيب الآن الجري بشكل جدا بسيط يتم الجري بعمل خطوات متتابعة يتبادل فيها المتسابق الثكاز على الأرض مثل الآن صورة القدمة الآن وهي عملية الجري إلى الأمام لاحظة الآن فيه تبادل بين اليمين الرجل اليمين والرجل اليسار ويعقب هنا إيش ويعقب كل ارتكاز فترة زمنية يكون فيها الجسم معلقا في الهواء تم مرحلة الطيران ولا بد أن يتوفر فيها الانسيابية وإيش والاتزان طيب تكون الجري من حلقات متصلة والتي تتصف بما يلي واحد مرحلة الارتكاز لاحظة الآن فينا عملية ارتكاز وأيضا مرحلة الطيران وأخيرا مرحلة حركة الذراعين سنأخذها بتفصيل بشكل سريع أول شيء مرحلة الارتكاز ويصف بأنه اللحظة الحركية لإنتاج دفاع الذي يتطلب هو سرعة الجري وثنقسم إلى جزئين بينهما لحظة يصبح فيها مرحلة تتقل الجسم عموديا على القدم الجزء الأول يسمى الارتكاز الأمامي مثل وضح الآن في الصورة قدامنا وهو ارتكاز بالرجل الأمامية وأيضا الجزء الثاني ويسمى الارتكاز الخلفي لحظة الآن هذا يسمى الارتكاز الخلفي وبينهم لحظة يكون الجسم فيها في وضع الطيران مثل الآن سنتعلم مع بعض وهي المرحلة الثانية وهي المرحلة الطيران لو لاحظنا الآن في الصورة الجميع في وضعية الطيران وهي المرحلة الثانية يقول ليس هناك فعالية حركية في لحظة الطيران حيث يكون الجسم في الهواء وواقعا تحت تأثير الجاذبية الأرضية أيضا وتكون الحركة تحدث خلالها من ثاني مفصل الركبة الخلفي بمقدار التناسب مع مقدار قوة الدفع لحظة الصورة الآن تتمكننا الجميع في الارتكاز الأول عندنا الطيران ثم يأتي اتكاز الثاني لحظة الآن الجميع في وضعية الطيران قلنا ثم هبوط الرجل الأمامية على الأرض ناتجة عن ارتخاء العضلات التي قامت بثاني ركبة الرجل الحرة ثلاثة مرحة حركة الذراعين تكون حركة الذراعين خلال الجري في تبادل عكسي ما معنى تبادل عكسي؟ مثل الارتخاء الذي يعقب الانقباض أثناء بحظة الارتكاز بشكل جدا مبسط قلنا نحن الآن القدم اليمين تكون أثناء الجري للأمام اليد مبليمين تكون الثراع اليسر بشكل عكسي ممتاز القدم اليمين مع اليد اليسار هذا يكون في عملية الجري يعني القدم اليمين للأمام والليسار إلى الأمام والذراع إلى الخدم مثل مواضح الآن في الصورة قدامنا لو لاحظنا القدم اليسار إلى الأمام الذراع اليمين إلى الأمام وهكذا بشكل عكسي ومتازي مراجعة بسيطة عامة درسنا اليوم السؤال الأول يتم البدء العالي بوضع إحدى القدمين أماما على الخط وثنين ركبتين قليلا واستقامة الجدع ما هو الخطأ في العبارة؟ عندنا غلطين؟ نريد أن نتعرفها مع بعض مرة ثانية يتم البدء العالي بوضع إحدى القدمين أماما على الخط وثنين ركبتين قليلا واستقامة الجدع نريد أن نفكر مع بعض ممتازين رقم واحد الخطأ عندنا على الخط القدم قلنا ما تكون على الخط دائما تكون خلف الخط وهذا هو الجواب الصحيح الجواب خلف الخط ما تكون على الخط ممتازين الخطأ الثاني عندنا الذي هو استقامة الجذع الى الامام استعدادا إلى الانطلاق ممتازين والصواب ميل الجذع إلى الامام ابطال السؤال الثاني يتكون الجري من حلقات متصلة اذكرها عندنا ثلاث خطوات للجري نبي نستذكرها مع بعض بشكل سريع ممتازين رقم واحد مرحلة الارتكاز في ارتكاز قلنا القدم الأمامية ثم أيش الخلفية أبطال مرحلة الطيران تكون أيش بين المرحلتين وأخيرا مرحلة حركة الذراعي وقلنا تكون دائما بشكل عكسي طيب كذا خلصنا درسنا اليوم يعطيكم العافية على حسن أنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته